السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصر حلقة اليوم تدور حول موضوع العقل في الإسلام مكانته وحدود حركته وعلاقته بالأخلاق للحديث عن هذا الموضوع معي في الستوديو الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم دكتور أهلاً ومرحباً أستاذ جهاد بدايةً عندما يطلق العقل كمصطلح ما المقصود به لغة واصطلحاً في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله العقل في اللغة هو القيد أو الحبس عقل البعير أي قيده برباط أو نحوه والعقل في الإسلام أو في الاصطلاح قدم له التراث الإسلامي أكثر من تعريف لكن ما أرجحه أن العقل يعني الإدراك والمعرفة والفهم يعني وما يكون في هذا الباب وعليه فإن الإسلام أو فإن العقل يعني أن يدرك الإنسان الأشياء إدراكاً صحيحاً فعقل الشيء أي فهمه على حقيقته ووعاه وعياً حقيقياً وأدركه إدراكاً كاملاً والارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ظاكي أن الإنسان دائماً في باب الأفكار والعقائد والأفعال والأخلاق أمامه خيارات وهو يعقل يختار واحداً منها ويقيد نفسه به ويلزم نفسه به فيصير قيداً للفكرة أو قيداً للنفس على الفكرة فيكون في معنى القيد والحبس كما هو المعنى الاصطلاحي اللغوي لكلمة العقل والعقل في الإسلام يعني له منزلة رفيعة جداً لأن الإسلام ناط به كل الأحكام والتكليفات وخاطبه في كل الخطاب الشرعي الوحي الإلهي لا يخاطب البدن الإنسان مركب من عقل وبدن يعني قبل الحديث عن منزلته دكتور حاتم يعني التقريرات للقرآن الكريم تركز على أن مكان العقل هو القلب يعني هنا سؤال ربما يتبادر إلى الذهن كيف يستقيم أن يكون العقل مقره القلب وكذلك التفكير والعواطف والمشاعر مقرها لا هو الإسلام في تصوره لهذه المسألة تحدث عن الإنسان ليس بتوصيف تشريحي الإسلام ليس كتاب تشريح يتحدث عن الدورة الدموية وعن مركز الأعصاب ومركز التفكير وكذا وكذا الإسلام كتاب تشريع وهو في إطاره التشريعي وازن بين شيئين بين البدن ووظائفه تمام لأن الإنسان مركب من شيئين مركب من بدن وروح تمام البدن مسؤول عن كل ما هو غير إراديه البدن هيأه الله سبحانه وتعالى ليدور يقوم بنفسه بعملية التنفس بعملية هضم الطعام بعملية التعرق بوظائف كثيرة هذه الوظائف وظائف غير إراديه يقوم بها البدن بمجرد دخول الروح إليه بحكم خلق الله له وفطرة الله له وفيه وظائف خوطبة بها خوطبة بها الروح تمام كل ما هو اختياري في عالم الأفكار والمشاعر والقرارات هذا من أثر الروح الروح إذا تلبست بالبدن تسمى نفسا في الخطاب القرآني هذه النفس هي المسؤولة عن كل ما هو اختياريه تقوم به أحيانا بالعقل المفكر وتقوم به أحيانا بالعقل المفكر يقوم به أحيانا بالقلب الذي يحس ويشعر لكن النفس مهيمنة على ذلك ولذلك الإسلام من باب أن عمل العقل وعمل القلب وفي دائرة الاختيار الإنساني يعبر مجازا بالقلب أحيانا عن العقل لهم قلوب لا يفقهون بها يعني لا يعقلون والمقصود أن الجانب الاختياري عند هؤلاء كان فيه قصور شديد سواء كان الاختيار عاطفيا بالقلب أو كان الاختيار قرارا فكريا بالعقل لكن حتى في معرض سياق تدبر العلمي وتفكر العلمي جاءت مقرها القلب هنا لا ينبغي قد يقول لك قائل دكتور لا ينبغي أن تتعارض الحقائق القرآنية مع الحقائق العلمية والحقائق العلمية تقول بأن الدماغ مثلا إذا تأثر فإن التفكير يتأثر وهذا يقودنا إلى القول بأن العقل ربما يكون محله الدماغ وليس القلب لا لا هو باختصار شديد القرآن الكريم لم يستخدم مصطلح الدماغ لأنه مصطلح مغرق في العلمية مصطلح اختصاصي جدا الرأس ربما والقرآن لا يميل إلى هذه المصطلحات الاختصاصية جدا إنما توسع اللغة في القرآن الكريم استخدمت العقل أو الفؤاد للدلالة على كل ما هو اختياريه والفؤاد محله الصدر في الإسلام حتى دعك من التوصيف التشريحيه تمام كل ما هو اختياري عبر عنه القرآن بالعقل أفلا يعقلون وأفلا يتدبرون وعبر عنه بالقلب لهم قلوب وعبر عنه بالأفئدة السمع والأبصار الأفئدة تمام ففي النهاية إذا تحدث القرآن عن العقل أو عن الفؤاد أو عن ملكة التدبر أو عن القلب فالمقصود كل ما هو اختياري في حياة الإنسان المقصود دائرة الاختيار الإنساني تمام إن الله عز وجل أعطاهم أدوات الاختيار قلبا وعقلا حسا وفكرا وهم أساءوا استخدام هذه الأدوات فاختاروا الخطأ غالبا أو دائما ومن ثم يعني يمكنك أن تفهم بشكل واضح إنه القلب أو الفؤاد قد يكون المقصود به القرار العقلي أو القرار الوجداني هذا تأويل هذا تأويل المقصود به دائرة الاختيار الإنساني دائما المقصود به كل ما هو اختياري في سلوك الإنسان وحياتي هنا نريد أن نتحدث عن خصائص العقل في الإسلام أو النظرة أو التصور الإسلامي للعقل كيف خص الإسلام العقل؟ ما هي الخصائص التي خصه به؟ يعني ابتداء الإسلام جعل العقل وجهة الخطاب التي يخاطبها في الإنسان الإسلام وحي نص وأفكار أليس كذلك؟ والإنسان لا يخاطب بالوحي بالنص بالكلام ولا بالأفكار لا يخاطب منه بذلك إلا العقل تمام؟ فالقرآن الكريم يقدم إلينا وحيا يخاطبه به العقل حتى يستوعبه العقل ويختار بناء عليه ويعمل بمقتضاه تمام؟ وجعل العقل غمنات التكاليف كلها فإذا غاب العقل أي سبب الأسباب يسقط التكاليف الشرع لا يخاطب البدن ولا يخاطب الجوارح ولا يخاطب الجانب المادي في الإنسان الذي لا يفقه البدن لا يفقه الذي يفقه هو العقل ولذلك إذا غيب العقل ينتهي التكاليف تماما المجنون لا يكلف والمغمى عليه لا يكلف حتى الذي لم تكتمل قدراته العقلية الصبي حتى يبلغ ليس مكلفا تمام؟ وهكذا كل علة تطرأ على العقل فتعطل قدرته على التفكير والتدبر والاختيار تسقط التكاليف شرعا فبداية العقل هو المخاطب في الإنسان وهو مناط التكاليف ثم إن الإسلام جعل من مقاصده الخمسة التي أقام شرائعه كلها عليها حفظ العقل المصالح الكلية الخمسة في الإسلام أو الضرورات الخمسة يعني حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال العرض والنسل والمال فالعقل هو واحد من الكليات الخمسة التي قام الإسلام ليحفظها في الحياة وكل شيء أثر على كفاءة العقل وجدارته حرمه الإسلام حرم كل المسكرات لأنها تؤثر على العقل وحرم كل المفترات لأنها تؤثر على العقل وحرم كل فعل إنساني قديم أو حديث يمكن أن يسيطر على العقل وأراد الإسلام كذلك أن يحرر العقل كيف؟ من سلطان السحر والدجل الشعوذة والخرافات أساطير فأبطل الإسلام ذلك كله وتعامل باحترام شديد للتفكير والتدبر والتأمل عوضا عن ذلك وحرم الإسلام على امتداد تشريعه في كل أبواب الفقه الإسلامي كل ما هو خرافي وكل ما هو موهوم وكل ما هو مضاد للعقل ومضاد للعلم والحقيقة ثم إن الإسلام دعا إلى تفعيل العقل كل مسألة في الكتاب المسطور أو في الكون المنظور دعا الله عز وجل إلى تأملها وإلى تدبريها وإلى تعقلها ودعا الإنسان إلى السير في الأرض والبحث في أسرارها وإدراك مكنوناتها وهذا كل خطب للعقل كأنه يقول للبشر أعملوا عقولكم في هذا الكون ولا تعطلوه واستخرجوا من هذا الكون كنوزه وأسراره وهذا هو شطر من شطري التكليف التكليف الإله الكبير للإنسان هو بعبادة الله عز وجل وبعمارة الأرض طيب عبادة الله نزل بيانها في الكتاب المسطور عمارة الأرض تركها الله عز وجل للبحث والجهد والتعقل والتدبر الإنساني ولا يصل الإنسان إلى هذه العمارة إلا إذا أعمل عقله غاية الإعمال ولذلك كانت العلوم التجريبية والتطبيقية في الإسلام مكافئة للعلوم الشرعية النظرية فكما دعا الإسلام إلى رعاية العلوم النظرية علوم الشريعة وما يدور حولها من العلوم الإنسانية دعا الإسلام أيضا إلى رعاية العلوم التطبيقية والاهتمام بها لأن بها قوام الحياة ولأن بها عمارة الدنيا أضف إلى ذلك أيضا أن الإسلام يريد أن ينشأ الإنسان منذ الصغر على إعمال عقله من البداية يعني لا بد من إعطاء مساحة للتفكير في تربية الأولاد لا يربون بالقهر ولا يربون بالجبر على الأفكار ولا يربون بسلب الإرادة ولا يربون بالإلزام حتى في مواضع الاختيار وإنما تترك لهم مساحة الاختيار ويربون على ذلك حتى تنشأ عقولهم عقولا متأملة متدبرة لا عقولا مستسلمة فارغة من المعاني الصحيحة وفي هذا السياق قد يطرح السؤال ما الدور الذي يؤديه العقل في تقرير أو تشكل الإيمان عند الإنسان في المنظور الإسلامي عظيم الإيمان أيضا هو اختيار أليس كذلك؟ الإنسان معروض عليه في سوق العقائد بضاعة يعني لا أول لها ولا آخر من أول الإلحاد إلى الإيمان بالأوسان إلى الإيمان بديانات قديمة معبودات يعني كانت موجودة منذ ألاف السنين إلى الإيمان بالله رب العالمين وعليه أن يختار هو من بين هذه المعتقدات الموجودة ما يشاؤه لنفسه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شاء أراد اختار والإرادة والاختيار تبدأ من العقل تمام؟ لا إكراها في الدين يعني لا يحمل العقل على عقيدة لم يتقبلها في الإسلام في منطق الإسلام يعني هل الإيمان يتحقق بالعقل أم بالتصديق بالغيب؟ بكليهما العقل له وظيفة والتصديق القلبي بالغيب ده مساحة أخرى العقل ابتداء يقول أنا مؤمن أن لهذا الكون خالقا إلها واحدا وأنا لا أقبل بالأدلة المقنعة القطعية أن يكون هناك في هذا الكون آلهة متعددون وهذا الإله بمنطق الأمور لا بد أن يخاطب البشر بما يدلهم عليه ويقودهم إلى الإيمان به وأنا نظرت فيما يدعى أنه خطاب الإله إلى البشر فوجدت أن أقوى خطاب يليق أن يكون خطاب الله الخالق للبشر هو القرآن الكريم والوحي الإسلامي ومن ثم صرته مسلم هذه كلها مساحة يعمل فيها العقل صرته مسلما وجدت أن الخطاب الذي أمنت به على الجملة ينبئني بغيبيات لا يستطيع العقل أن يتطرق إليه ولا أن يقطع فيه تمام؟ العقل يعمل ويتحرك في دار الشهادة والغيبيات ليست في دار الشهادة العقل يعرف قوانين الشهادة هذا العالم عالم الشهادة لكنه لا يعرف قوانين عالم الغيب ومن ثم يستطيع أن يتحرك ويجتهد في عالم الشهادة وقد آمن في عالم الشهادة بالإسلام والإيمان على فرض أنه مسلم يعني أنا أتحدث عن إنسان مسلم وبوجود الله وبوجود النبي وبصحة الكتاب وبصحة الوحي الإلهي إلى النبي تمام؟ ومن جملة ذلك وجدت مجموعة من العقائد الغيبية التي تقع تحت عنوان الإيمان الكبير الذي اختاره العقل فسلم لهذا يعني إبراهيم عليه السلام تفضل في البداية أعمل عقله في البحث عن الله واختبر الاحتمالات الموجودة أمامه تمام؟ حتى وصل إلى الله عز وجل وآمن أن الله ابتداء يعني لا يمكن أن يكون في متناول الحياة البشري لا يمكن أن يكون في الأرض ولا يمكن كما يعتقد عبدة الأوسان ولا يمكن أن يكون نجما أو كوكبا يغيب ويحضر ويشرق ويأفل لا يمكن أن يكون كذلك إن الله عز وجل لابد أن يكون أعلى من ذلك كله ومهيمنا على ذلك كله تمام؟ ثم توسل إلى الله إلى الفكرة التي آمن بها عن الله بموجب الفكرة التي آمن بها عن الله توسل إلى الله أن يدله عليه تمام؟ فتوسل إلى الله وهو مؤمن بوجوده ومؤمن بصفاته فلما أنبأه الله وآتاه الوحي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ما هو خلاص مساحة العقل أنا قمت بها وصلت إلى الإيمان والقناعة العقلية بوجود الله وبأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شيئا من هذه الموجودة التي يراها حسي فلما خاطبه الله بالوحي آمن بالغيب على قاعدة لاختيار العقل المبدئي الذي انتهى إليه إبراهيم عليه السلام نعم لكن ثم قد يقع تعارض بين العقل وبين الحقائق الغربي الإيمانية بمثل قضية الإسراء والمعراج عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى القدس وعرج به إلى السماء يعني هنا إذا وقع تعارض ما بين الحقيقة الشرعية وما بين صريح العقل يعني كيف هنا ثم تمقال بأن هنا يعني نوع من تجاوز القدرات العقلية في الإسلام للعقل الإنساني لا يمكن أن نسلم بأن هناك تعارضا في هذه المساحة لأنه مرة أخرى نحن نقيص الأفعال والتصورات بقواعد الخلق الإنساني كيف إنه الإنسان يستطيع أن ينتقل بطريقة معينة من مكان إلى مكان ويعني إذا جاوز الأمر ذلك لا يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت يعني الآن الفكرة لم تعد مستحيلة كما كانت من قبل يعني الآن صار عندنا وسائل نقل تقطع تجوب أجواز الفوار فالإسراء لم تعد مستحيلة أما العروج حتى بنفس المعيار حتى بنفس المعيار إذا كان العقل الإنسان اهتدى إلى وسائل تختصر الزمن وتقطع آلاف الأميال في دقائق معدودة مثلا وإذا كان استطاع أن يخرج من إطار الأرض وأن يصل بمركبه الفضائية إلى أجواز الفضاء وإلى كواكب وإلى يعني كائنات فضائية كبيرة فكيف يستبعد على القدرة الإلهية إذا كانت القدرة البشرية حققت هذا المستوى من الانتقال الآمن فكيف يستبعد ذلك على القدرة الإلهية أو ما هو فوقه حتى الإنسان يحكم بعقله على ما هو بشري خاضع لقواعد عالم الشهادة أما ما كان غيبيا منصوبا إلى قدرة الله عز وجل فإنه بالضرورة يجاوز قواعد عالم الشهادة التي نعيشها وقدرات الإنسان المخلوق لو جاء هنا مخالف دكتور حاتم لو جاء مخالف وقال يعني كيف يمكن لحقيقة إيمانية أن تخاطب البشر فيما يتجاوز حدود عقولهم وتفكيرهم يعني كيف يصحه أنا أقول له أنت غارق في مثل هذه المشاهدات هو حضرتك خلقك وبس الروح فيك أين هو من القدرة العقلية الإنسانية هذا من الغيب ولا مما تستطيع أن تفعله أنت كبشر هذا منصوب إلى القدرة الإلهية ولا إلى القدرات البشرية إلى القدرة الإلهية هل تستطيعه القدرة البشرية لا تستطيعه إذن قضية الخلق نفسها تدل على أن هناك مساحة فاصلة بين قدرات البشر وبين قدرة الله غير المحدودة سبحانه وتعالى القدرة المطلقة للرب الخالق وكذلك في مسألة الموت كيف يموت الإنسان وجالس بين أيديكم وتخرج الروح وأنتم شهود لا تستطيعون ملاحظة خروجها ولا منع خروجها وقد تحدى الله عز وجل كل الذين يشككون في قضية الإيمان وفي قضية القدرة الإلهية المطلقة بهذه القضية فقال لهم ترجعونها إن كنتم صادقين إذا أخرجت أنا الروح من بدن العبد أرجعوها وأروني قدراتكم أروني عقولكم أروني علومكم لا يستطيعون تمام؟ فشواهد الحياة فيها ما يدل بيقين على أن قدرة الله مطلقة وعلى أن العقل البشرية لا يحيط بقدرة الله وإذا أراد أن يحيط بها ظلم نفسه من أول قضية الخلق إلى قضية الموت فالذي يرى كل يوم معجزة الخلق ويرى كل يوم معجزة الموت أو آية الخلق وآية الموت كيف يستبعد ويستغرب انتقال النبي من مكان إلى مكان ولا انتقاله في أجواء السماء على قدرة الله التي لا يحدها حد ولا تضيق بأمر أراده الله أبدا إن الله إذا أراد شيئا بحكم الألوهية فكرة الألوهية في العقل هي القدرة المطلقة يعني العقل كيف يؤمن إذا لم يؤمن أن الله هو القادر الذي لا يحد قدرته شيء هو الموجد من العدم هو المبدع لهذا الكون هذه المسلمات إذا ارتكن العقل إليها وارتكز عليها يرتاح ولا يجد مشكلة في هذه الغيبيات التي ضربت لها مثلا بقصة المعراج أو قصة الإسراء والمعراج لا يجد فيها إشكالا لأنه آمن بأصول الإيمان التي على رأسها الإيمان بالله عز وجل والإيمان بصفاته التي لا نسبة بينها وبين صفات البشر ولا يحيط بها علم البشر إحاطة كاملة إلا إذا أخبر الله عن نفسه بشيء يعني ثمة من قد يقول لك من المخالف أيضا ما الحكمة في إذا ما كان المرء آمن بالله أن يأتي له بقصة أو بحادثة تتجاوز حدود عقله ما الحكمة ما الغاية من ذلك والله مسألة الحكم والغايات أحيانا يصل الإنسان إلى كلها أو إلى بعضها لأنها من آثار التدبر قد أقول لك أنا أن الحكمة الإسراء والمعراج حكم مؤقتة بزمن الحادثة وحكم مطلقة للناس في كل زمان ومكان أما المؤقتة بزمن الحادثة فالتسريات عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه إذا ما رأاه من عنت ومر به من ليس متعلقا بالنبي بقدر ما هو متعلق بمتلقي هذه القصة أنا أقول لك أنه أنت تتكلم عن معجزة الإسراء والمعراج الحادثة لها سياق مؤقت في زمانها وفي ظرفها هي إذن بانتقال راية الخلافة الدينية من أنبياء بني إسرائيل جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لقي النبي في السماوات العلا أئمة أنبياء بني إسرائيل فلقي بداية أبا الأنبياء آدم ثم لقي ثم لقي يوسف الصديق عليه السلام ثم لقي بعد ذلك إدريس عليه السلام ثم لقي بعد ذلك هارون وموسى وإبراهيم نحن أمام يعني على الأقل أربعة من أهم أنبياء بني إسرائيل تمام أو خمسة من أهم أنبياء بني إسرائيل وعليه فهؤلاء كلهم سلموا الراية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أننا أمام حدث مجلوله الصريح انتقال الخلافة الدينية في الأرض انتقال النبوة انتقال الشهود على البشر من الأمة الإسرائيلية إلى أمة جديدة وهذا الحديث يعني حديث الإسراء والمعراج والعقل يقودنا إلى السؤال عن حدود التفكير حدود العقل كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ولكن لو أذنت لي بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسعدكم الله ومشاهدين الفاضلين ما زلنا وإياكم في الحديث عن مكانة العقل في الإسلام ومجال حركته والحديث دائما مع الدكتور حاتم عبدالعظيم أستاذ الشريعة الإسلامية مرحبا بكم مرد الأخرى أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هل الإسلام جاء ليضع قيودا وضوابطا وسقوفا لمجال العقل وحركته أم أن العقل في الإسلام مطلق الحركة ومطلق التفكير لا الحقيقة دعني يعني أعيد سواة السؤال مرة أخرى تفضل فأقول إن الإسلام وضع للعقل أصول الهدايات التي يهتدي بها حتى لا يضل في حقائق الحياة الكبرى وترك له تحت هذه الأصول أن ينطلق في البحث والتحقيق والتنقيب والتدبر ما شاء أن ينطلق هذا تقييد في النهاية ولا بد أن يقيد العقل في التصور الإسلامي هو متلق وباحث في ضوء ما تلق وليس منشئا للتصور لحظة دكتور لو سمحت لي يعني هنا دائما دعني نجل الفكرة أكثر يعني عندما يخلق الله سبحانه وتعالى العقل في الإنسان هذه القيمة الكبيرة أو الغريزة كما يسميها بعض الفقهاء فما الحكمة التي تفضي إلى تقييد هذا العقل يعني لماذا خلقوا بهذه الإمكانات الجبارة ثم وضعوا له قيودا توصله إلى الله سبحانه وتعالى لا أنا لا أسميها قيودا في الحقيقة نحن اتفقنا على أنها تقييد وأنت قلت لا بد من تقييد أنا أسميها هدايات وأنا أسميها هدايات ترشيد لا هدايات تقييد لكنها في الواقع تقييد دكتور لا ليس تقييد الإنسان يا أخي الكريم لو أراد أن يذهب إلى مكان لو أنت قررت الآن أن تسافر من مدينة إلى مدينة أيهما أيسر عليك وأنفع لك أن تترك في الصحراء ولا أن توضع لك إشارات تدلك على الطريق الذي تريد لو أنك تركت في الصحراء لن تصل وربما في كل اختيار تختلط عليك الأمور أسير الآن يمين ولا يسار نعم أم أكمل في نفس المسار المستقيم إذا وجدت الإرشادات والإشارات الهادية على الطريق لا شك أنها لا تقيدك بقدر ما تساعدك لا أدري مدى صحة هذا المثل إذا صح أن يقاس عليه دكتور ولكن هذا السؤال ما زال مطروحاً ما الحكمة من خلق هذه الغريزة الكبيرة ذات الإمكانات الكبيرة والهائلة ومن ثم بعد ذلك تقييدها وصولاً إلى الهداية لماذا لا تطلق حرية التفكير مثلاً وصولاً إلى الشك وحتى الإنكار مثلاً ما دمت غريزة مخلوق من الله جميل يا أخي أنا أعطيك هدايات نعم إذا اقتنعت بأصل قضية الإيمان لن تجد أي مشكلة في قبول هذه الهدايات على الإطلاق دعني حرم في التفكير حتى أصل إلى الإيمان أو لا أصل نعم هذا هو أنت حرم في التفكير حتى تصل إلى قضية الإيمان إذا وصلت إلى قضية الإيمان لها مقتضيات لا يمكن أن ترفضها لا يمكن أن تقبل الأصل وترد الفروع تمام ولذلك يا أخي الكريم القرآن الكريم يفعل هذا تماماً يترك لك أن تختار ابتداء الإيمان أو غيره فإذا ما اخترت الإيمان وقلت أنا أريد هذا الطريق قالك تفضل هذه مواصفاته الطريق وإرشاداته تمام أما أن تقول لي يجب أن يترك العقل خالياً عن أي توجيه هذا ليس منطقاً على الإطلاق ولا حتى أصحاب النظريات المادية فعلوا ذلك يعني هو دروين مثلاً عندما وضعت دروينية قالوا اختاروا ما تشاءون من الأراء والأفكار والوضع عليه أفكاراً محددة حتى ديفيد هيوم الفيلسوف الإسكتلندي قال إن العقل مقيد في نهاية نهاية كلهم فعلوا ذلك كل نظرية هي رسم لطريق محدد فإذا اخترت الطريق ابتداءاً لابد أن تكمل المسيرة في الداخل تمام يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أن دروين ترك للعقل اختياراً في كل مسألة دروين فرض فرضية معينة وادعى صحتها وبنى عليها كل التفاصيل فمن آمن بالدروينية ويؤمن بجملة ما جاء به دروين من أنه نشأت الكون محد صدفة وخلق الإنسان طفرة جينية حولت أحد أنواع الشمبانزي إلى كائن بشري وهذه الطفرة ورد أنها تحصل بعد 2-13 مليون سنة فهتطور الإنسان مرة أخرى إلى كائن جديد وفسر قضية الخلق بالطفرات الجينية وهذا الكلام تمام لو واحد آمن بالنظرية الدروينية وكسرهم يعني كثير ما هم فإنه لا يختلف مع تفاصيله ولا يقول يا دروين لماذا تحجر على عقلي وتضع لي كل هذه التفاصيل وتلزمني به أنت اخترت الدروينية من البداية فاتبعت كل تفاصيل الدروينية ومقتضياتي قوانينها وقوانينها نفس الكلام الله عز وجل خيرك في قضية الإيمان فمن شاء فليومين ومن شاء فليكفر فليكفر اخترت طريق الإيمان هذه يا أخي هداياته الطريق وإرشاداته وهذه مقوماته وهذه لوازمه وهذه ضابطه فهذا هو الطبيعي لكن أن يرسم لك قضية الإيمان ثم يتركها خالية عن أي توجيه في النهاية لن تصل إلى شيء سيكون هذا سرابا تمام فالله سبحانه وتعالى ترك لك الاختيار آمن تعال بقى هذا هو الطريق من أوله إلى آخره يأخذ بيدك فيه وفي كل خطوة يترك لك مساحة التفكير والتدبر والتأمل والاختيار تمام فظل العقل يعمل في إطار النظرية التي آمن به نظرية الإيمان في إطار الكلية التي انتسب إليه هل يمكن الخلوص من هذا الكلام إلى الاستنتاج بأن التفكير العقلي ليس مجردا في الإسلام وإنما مقيد في نهاية المطاف طبعا نعم طبعا لكن حتى التأمل العقلي في الإسلام دكتور حاتم يعني كله يدور ويتمحور حول فكرة محورية واحدة وهي الخلق الخلق النابع من الإله سبحانه وتعالى وليس من مطلق التفكير طبعا يعني ما الغاية من ذلك ما الحكمة من ذلك لماذا لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في هذه الحياة من غير أن يعرف جوابا على الأسئلة الفطرية الكبرى من أنا في هذا الوجود ومن هؤلاء الخلق حولي من أين جئنا لماذا نعيش في هذه الأرض أين نذهب بعدها كيف ينبغي علينا أن نعيش هذه الأسئلة كبرى لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا أجبها وربما مجمل الفلسفات تدور حولها كل الفلسفات كل النظريات الفلسفية المادية والدينية والوسنية كلها تقوم على إجابة هذه الأسئلة تمام فكيف يستنكر على الإسلام أنه أجاب عن هذه الأسئلة وهل الحيرة الإنسانية والشك الفلسفي والمنهجي إلا يعني محاولة لإجابة عن هذه الأسئلة ولا يمكن أن تكون هناك نظرية فلسفية متكاملة إلا وقد أجابت عن هذه الأسئلة يعني الذين يعبدون البقر يؤمنون أن البقر قام بهذه الوظائف جميعا ويضعون إجابات للأسئلة تحت سقف الإمام بأولوهية البقرة مثلا أو الشمس أو بوزة أو غير ذلك من المعتقدات فكيف يستنكر على الإسلام ما لا يستنكر على غيره من المزاهب ومن المعتقدات في الأرض نعم ربما من المخالفين من يعرج على قضية ما سماه تكبيل الإسلام للعقل مثل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم هذه الآية إطلاق وتحرير للعقل بامتياز كيف يعني العقل التفكير والسؤال هو طريق الاكتشاف والاستكشاف وهنا تقييد للسؤال نفهم الآية أولا وبعدين نفهم هل هي تقيد العقل أم تطلق اجتهاد العقل حب ذا الآية تتحدث عن السؤال عن بعض المسائل التي سكت عنها الوحي في زمن النبوة الوحي سكت عن بعض المسائل ليتركها للاجتهاد الإنساني ليتركها للعقول المؤمنة لكن هنا تخويف تسؤكم أحظى يا سيدي لو أننا الأمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل في حياته لجاء الجواب من الوحي فقطع طريق الاجتهاد الإنساني وهذا يرتب مشقة على الأمة لأنه يلزمها بخيار وحيد الله أراد ابتداء أن تظل هذه المسائل موضع اجتهاد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذراء الإمام الضرقطني وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فالأشياء اللي ربنا سكت عليها لم يسكت عنها لأنه نسيها حاشاه وكلا وإنما سكت عنها في الوحي كتاب وسنة لتكون موضع اجتهاد إنساني بعد ذلك لما يروح الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل يريدون أن يحولوها من مسائل اجتهاد إلى مسائل نص تمام فالآة تقول لهم دعوها مسائل اجتهاد ولو ألححتم بالسؤال وأجابكم النبي صلى الله عليه وسلم أو أجابكم الوحي لتحولت إلى مسائل نص فشق ذلك عليكم وباق عليكم ما اتسع من الأمر فاتركوها للاجتهاد واجتهدوا فيها بعد زمن النبوة حتى تتعدد وجهات النظر وترائق التفكير ويبقى لدى الأمة خيارات قد يترجح في عصر ما لا يترجح في غيره فهذا النص القرآني هو دعوة إلى ترك مساحة واسعة للعقل المسلم والتفكير والاجتهاد والاختيار بعيدا عن الرغبة في أن يجيب الوحي على كل الأسئلة هناك مساحة قدر الله أن تكون متروكة للاجتهاد البشري العقلي فاتركوها في هذا الإطار حتى النهي عن السؤال الذي ورد في الآية الكريمة يستفاد منه تكريم للعقل؟ طبعا بامتياز لأنه ليس نهيا عن السؤال نهي عن سؤال الوحي ليس نهيا عن التماس الإجابة على هذا السؤال إنما نهي عن طلب الإجابة من الوحي الآية تقول بوضوح اتركوا الإجابة على هذه الأسئلة لعقولكم ولا تسألوا عنها رسول الله ولذلك لو تأملت لفظ القرآن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن النهي مرتبط بظرف معين وظرف الوحي زمن تنزل القرآن في وجود النبي الجواب هي بجواب وحي والله لا يريد أن يجاب عن هذه الأسئلة بالوحي يريد أن يجاب عنها بالاجتهاد العقلي وهذا يتحصل بشكل كامل بعد زمن النبوة بعد انقطاع الوحي فاتركوها إلى سياقها الطبيعي هذا هو المعنى نعم وردت الكثير من الآيات التي تحض على التفكر والتعقل والتدبر ما غاية التفكر والتدبر العقلي في الإسلام ما هي الغاية التي ينبغي أن توصل صاحبها شوف عدة أشياء الحقيقة أول شيء أن في ذلك تثبيتا للإيمان أنا أمنت بقدرة الله مثلا كلما تأملت في الكون سيزداد اليقين بهذه القدرة سأزداد اقتناعا بأن هذا الكون لا يمكن أن ينشأ بحض المصادفة ولا بحركة الطبيعة وأن الإنسان لا يمكن أن يكون صناعة الضهر صناعة الطبيعة الفيزياء الكيمياء الأحياء لا يمكن يزداد الإيمان ويترسخ بوجود الخالق بصفاته من قدرة وعلم وحكمة إلى آخره بوظيفة الإنسان كلما تدبر يقول إذا كان هذا الكون كله يتحرك ويعمل أين أنا من هذه الحركة الكونية؟ أين موقعي منها؟ لماذا لا أنتج وأبدأ حركة مماثلة تضيف إلى الحياة وإلى رصيد البشرية؟ إذا كان الله قد خلق الكون بهذا الإبداع الكامل فأين وظيفتنا نحن البشر في إعماره؟ تمام؟ لماذا لا تناغم بحركة الإعمار مع الإبداع الكامل الذي أودعه الله في هذا الكون؟ يعني لا ريب أن التفكر والتدبر والتأمل يعود بالخير على الإنسان في عقيدته ويعود بالخير على الإنسان في حركته في الأرض سواء حركة العبادة أو حركة العمارة ولذلك حس القرآن الكريم على التدبر سواء في القرآن الكريم أو في الكون المنظور أو في نفس الإنسان نعم دكتور نقاط مهمة يعني الآيات تدل على أن التفكر والتدبر هو رهن بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبإدراك عظمة الله عز وجل نعم كيف يستفاد بناء على ما تفضلت به عطفا على ما قلت به كيف يستفاد بأن التدبر غايته الإصار إلى حسن عمارة الأرض والتقدم العلمي وإلى آخره؟ شوف أستاذ جهاد هذا دليل على ثقة من يخاطب الناس بضرورة التدبر والتأمل والتفكر يعني كيف يفهم ذلك؟ ليس عندنا ريب ليس عندنا ثغرة لو تفكرتم أو تدبرتم ستنقضون بها قواعد الدين هناك مساحات أخرى ستجد أن الأديان حريصة فيها الخطاب الديني حريص فيها على غلق مسالك التفكير يعني أنا مرة تابعت لقطة مصورة لسؤال طرحه طالب في الرابعة الابتدائي على معلمته فطرحته على قصة كبير فالقصة هاجماج والطرب من السؤال وقال لها لابد أن هذا الطالب يقرأ في الفلسفة والفلسفة كلها شر وخاطب الحاضرين لا تسمحوا لأولادكم أن يقرؤوا مثل هذه الكتب ولا أن يطرحوا مثل هذه الأسلام وفي التراث الإسلام يوجد مثل هذا يعني الشيخ أبو حمد الغزالي يعني تهفت الفلاسفة وكفر الفلاسفة ولا حتى نوافق أبو حمد الغزالي على ذلك وهو حجة الإسلام حجة الإسلام تمام يقول اللي يقوله يعني إحنا مش ملزمين وأبو حمد الغزالي رد على مناهج رأيها مناهج خطأ ونوافقه على خطأ هذه المناهج لكن ليس هذا هو موضوع على الآيات حالي الإسلام لا نخفي من طرح الأسئلة ليس هناك سؤال يطرح فنقول لا تقول هذا الكلام لا من كان عنده سؤال فليأتي به وتدبروا في هذا الكون إلى المدى الأقصى وتفكروا في آيات الله وآلائه إلى الحد الأقصى ونحن لا نخاف من ذلك لأننا واسقون أن ذلك سيزيدكم إيمانا بصحة هذا الدين تمام الذين يحاولون تقييد حركة العقل عندهم صغرات يعلمون أن العقل سيصل إليها فينقضوا فكرتا نحن نقول للناس أطلقوا عقولكم تماما في آيات الله المدع في هذا الكون سماء وأرضا وزرعا ونباتا وسماءا وكواكب ونجوم وإنسان لن تجدوا فيها إلا ما يدلكم على الإيمان الدكتور الفرنسي موريس بوكاي له كتاب مهم عنوانه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث وهو رجل عالم تجريبي لا علاقة له لا بقضية الفلسفة ولا بقضية الأديان ولا ليس هذا هو مدخلوه إنما الرجل كواحد من أشهر أساتذة الطب في العصر الحديث قال أنا قرأت الكتب الثلاثة كتب الأديان أو الرسالات الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ووزنتها بميزان ما أعلمه يقينا من ثوابت العلم فوجدت أن القرآن ما تماث مع قضية علمية إلا وأصاب فيها كبد الحقيقة وأن الكتابين الآخرين ذكر هذا صراحة في الكتاب طبعا والكتاب موجود ومضموع نعم معروف والكتاب نعم ووجدت في الكتابين الآخرين كثيرا جدا من الخرافات التي أيقنت أنها من صناعة البشر فوصل إلى حقيقة نحن نتكلم من هذه السقة أن التدبر الإنساني لا يمكن أن يعود على الإنسان إلا بالإيمان ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكرر النظر تمام؟ في كل الخلق والآيات بحثا عن ثغرة بحثا عن سؤال محرد بمقياس قضية الإيمان بعد اكتمان الوحي ايه؟ بعد اكتمان الوحي ثم ارجع البصر كرتين بحثا عن هذا السؤال المعجز يعني الذي تعود به على قضية الإيمان بالإبطال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سيتعب البصر في البحث والتأمل ولا يجد سغرة ينفذ منها إلى إبطال قضية الإيمان هذا يقين هذه ثقة فأعمل العقول ستزيد إيمانكم وتزيد قناعتكم بصحة قضية الإيمان نعم وصلنا إلى الحديث عن العلاقة بين العقل والأخلاق كما يقررها الإسلام كما يتصورها الإسلام ولكن لو أذنت لي فاصل قصير نتوقف مع فاصل أخير ومن ثم نستكمل الحوار موسيقى 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 أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم وفيه نبحث مع الدكتور حاتم عبد العظيم العلاقة بين الأخلاقي والعقل في التصور الإسلامي دكتور حاتم قبل أن ندلف إلى العلاقة بين الأخلاقي والعقل لو قدمت لنا مقارنة موجزة مجملة عن النظرة الإسلامية للعقل ونظرة الحضارة الغربية المعاصرة للعقل أين التفاوت؟ ما كم التفاوت بينهما؟ الحقيقة يعني ده سؤال مهم العقل في التصور الإسلامي هو أهم وسيلة لترسيخ الإيمان ولإدارة حركة الإنسان في الحياة فالعقل ابتداء أنه الذي اختار منطقة الإيمان ثم إذا آمن واستقر الإيمان عنده يختار السلوك المناسب للإيمان والخلق المناسب للإيمان والتصرف المناسب للإيمان في الحضارة الغربية المادية العقل ليس كما نتصور إذا نظرنا نظرة خارجية ظاهرية أعطي الحرية المطلقة الكاملة زغير صحيح العقل في هذه الحضارة هو خادم للفكرة المادية الفكرة الشهوانية مسموح للعقل أن يفكر إلى المدى الأقصى في إثارة الغرائز والشهوات وتحقيق المتعة المادية في الحياة وجه العقل ووجهت حركته في هذا الاتجاه من الناحية الفلسفية طبعا لكن التأمد العقلي والتفكر العقلي عند ديكارت مثلا وهو أستاذ الوجودية أو الشك مدرسة الشك في الفلسفة الغربية هو وصل إلى الشك من خلال النظر العقلي والتأمد العقلي وليس من خلال أشياء أخرى ولم يوظف العقل لمصلحة الشهوة وإنما وصل بالعقل إلى الشك أنا لا أتكلم عن ديكارت تحديدا أنا أعرف جيدة نظرية ديكارت أنا أتكلم عن ما وصلت إليه الحضارة المادية والمعاصرة بمختلف تياراتها ومختلف روافدها وصلت أن العقل صار أسيرا لفكرة الشهوة المادية وصار مجبرا للحركة في هذا الاتجاه تمام وكل شيء أكره إكراها على أن يكون خادما لهذه الشهوانية المفرطة يعني أنا أسألك هل الكنائس الغربية مقتنعة بأن تعقد الزواج المثلي في صلاة الكنائس رفضوا هذا الكنيسة وهناك من أصدرت لهم قانين تلزمهم بذلك واضطروا للخضوع إلى ذلك مئات الكنائس الآن مرغمة على إجراء هذه العقود تمام خضوعا لقانون الشهوة والمادة له اختيار عقلي لا للكنيسة ولا إطلاق للحرية العقلية ولا حرية التفكير ولا هو توسعة لدائرة لاختيار الإنسان ليس كذلك هذا الكلام الذي تفضلت به دكتور حاتم يقودون إلى السؤال الجوهري عن العلاقة بين الأخلاق والعقل ربما الزواج المثلي وصلوا إلى هذه النتيجة من خلال التأمل العقلي وبأن العقل حر في خياراته خيارات الإنسان يعني هنا السؤال العلاقة بين الأخلاق وبين العقل من هو سيد الآخر في هذه العلاقة خلينا نقول باختصار شديد وفقا للتصور الإسلامي نعم أن كما أن العقائد اختيارات فالأخلاق اختيارات فإذا أنت اخترت عقيدة ما وأمنت بها صار لزاما عليك أن تختار الأخلاق التي تتسق مع هذه العقيدة تمام نعم يعني فكرة الناصرانية التي بعث بها والمسيح التي بعث بها السيد المسيح كانت هي الترفع عن شهوات الدنيا والانقطاع لعمل الآخرة والتقلل من المتاع إلى آخره فمن آمن بالمسيح واتبعه وعاش زمانه يعني كان عليه أن يختار الأخلاق المناسبة لهذا وإلا لا يصير مؤمنا تمام النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد توازن بين الغيب والشهادة توازن بين الدنيوي والأخروي وفقا لمنظومة متكاملة فمن سار مقتنعا بهذه العقيدة وآمن واختار هذا الإيمان العقل الذي يختار طريق هذا الإيمان الإسلامي عليه أن يختار الأخلاق المناسبة لهذا الإيمان والمتسق معه يعني لا يمكن أن يؤمن بوجود الله وأن يؤمن بأن هناك حسابا ويوما آخر ثم يأكل أموال الناس بالباطل لكن الشريعة والنص والوحي هو الذي يحدد الأخلاق أم العقل الذي يحدده الشريعة تحدد الأخلاق أو النص الإله يحدد الأخلاق والعقل يختار الالتزام بها وتطبيقها لكن ماذا عن قول ابن تيمية تقريرات ابن تيمية عندما قال أن العقل هو صاحب الدور الأساس والمحوري في تقرير الحسن والقبيح يعني على العقل مسألة التحسين والتقبيح العقلي طبعا موضع خلاف فلسفي كبير في المدارس الكلامية الإسلامية والحقيقة أنا أقول باختصار يعني لا أريد أن أدخل في هذه القضية التراثية أقول باختصار أن العقول بفطرتها الأولى لا تتناقض اختياراتها الأخلاقية تحسين والتقبيح مع المقررات الشرعية تمام بل إن الفطرة لو انطلقت لقالت لو كان الكذب حلالا ما كذب الشرفاء من الناس ولو كان الزنا مباحا إنجاز لنا أن نقول ما فعله الأسوياء من الناس الأخلاق منظومة الأخلاق الإسلامية منظومة الفطرة السوية التي لا يمكن أن تعترض عليها العقول السوية أيضا والعقل الذي يجادر في هذه الأخلاق يناقض قضية الإيمان التي يفترض أنه أقر بها ابتداء تمام لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الناس إلا طيبا ولأن الإسلام قائم على قضية الفضيلة ورسخ مفاهيمها ومعناها وهي جزء من الإيمان أصلا إن الإنسان موجود في هذه الحياة لتكون حركته في اتجاه الإصلاح تمام؟ وفي اتجاه الخير ومن ثم فكل خيار أخلاقي يؤدي إلى الصلاح والخير ينبغي أن يكون مقتضى من مقتضيات الإيمان في الوجود فأنا مؤمن وعندي في كل لحظة اختيار أخلاقي الآن أقول الصدق ولا الكذب هناك دواعي ضغوط حياتية وملابسات وكذا تقول لي قولي الكذب قولي الكذب وعندي خيار إيمان يقول لي لا تقول إلا الصدق مع مكانة العواقل فالإنسان بموجب الإيمان تعرض عليه الاختيارات الأخلاقية والعقل والذي يقرر ماذا يختار من هذه الاختيارات نعم حتى ابن تيمية عندما يقرر أن العقل هو مصدر التقبيح والتحسين يذهب في نهاية المطاف لأن مبنى العقل هو سلامة الفطرة وصحتها يعني هو التحسين والتقبيح العقل هذه نظرية المعتزلة بطبيعة الحال ابن تيمية لم تكن بنها على الفطرة وهنا أريد أن أسألك المقاربة مختلفة بين ابن تيمية وبين المعتزلة لا شك لكن معذرة دكتور أريد هنا أن أبني على عطفا على ما ذكرته وعطفا على ما قاله ابن تيمية هذا العلامة العظيم في تاريخ الإسلام هنا نحن أمام قيام أربعة العقل والدين والفطرة والأخلاق مراتب هذه القيامة خليني أضح بس قبل ما أجيب على السؤال تفضل أن مدام حذر ذكرت القضية عند المعتزلة منشأ التحسين والتقبيح هو العقل فما رآه العقل حسنا فهو حسن وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح فرأوا أن العقل كاف وحده بقطع النظر عن النص في الوصول إلى الحسن والقبيح أما ابن تيمية فإنه نفى التعارض بين المعقول والمنقول وقال إن الحسن حسن في الشرع وفي الطبع وفي العقل وإن القبيح قبيح في الشرع وقبيح في العقل لكنه رابطه بالفطرة صحيح بموجب الفطرة الإنسانية العقل الذي لم يتلوس بالشهوات والأهواء وكذا لا يمكن أن يتناقض مع خطاب الشرع أو مراد الشرع فالمقاربة مختلفة شيئا ما بين ابن تيمية وبين التحسين والتقبيح عند المعتزلة نعود إلى السؤال الذي تفضلت قلت الدين والعقل والأخلاق والفطرة مراتب هذه القيمة والخلق والفطرة طيب الدين هو الوحي الإلهي بتصوره الشامل للوجود العقيدة وبتكليفاته المباشرة بالفعل والترك الشريعة وبمنظومته الأخلاقية فالدين هو هذه الدوائر الثلاثة هو أوسعها يعني نواتها ربما طبعا يكون هو أوسع هذه الدوائر الدين هو المعتقد وهو التشريع وهو الخلق منظومة متكاملة ينبني بعضها لبعض العقل هو الملكة الإنسانية التي يستطيع الإنسان بها الفهم والإدراف والاختيار والتصرف هو الأداة التي أودعها الله في البشر لتلقي الدين وتحويله إلى واقع في حياته الخلق هو الصفات النفسية الراسخة في القلب في الغريزة في الفطرة التي بناء عليها يتصرف الإنسان في المواقف المختلفة يعني صارت هناك قناعات في العقل تحولت إلى اختيارات كلية في النفس فصار خيار للمبدأ أن تمظهرت أخلاقا فصارت أخلاقا لما تكررت هذه السلوكيات وثبتت في النفس تحولت إلى أخلاق الفطرة هي الطبيعة الأولى التي خلق الله الخلق عليها كل إنسان ولد محبا للخير مهتديا بطبعه إلى طريقه نافرا من الشر مدركا لخطره لكن البيئة التي يعيش فيها والخيارات التي يختارها بعد ذلك تسبته على هذا الطريق أو تصرفه بقي حقيقة أدركنا الوقت دكتور حاتم بقي موضوع مهم وشائك في التراث الفكري الإسلامي وهو العلاقة بين العقل والنقل بين الوحي والعقل وربما نبحثه في حلقة مقبلة أشكرك أدركنا الوقت أشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة أشكر دكتور حاتم عبد العظيم مستاذ الشريعة الإسلامية شكر الله لكم وحسن المتابعة في حراسة الله تعالى شكرا جزيلا